أمن تعالى أيها الرب ياسوع أمن تعالى قولوا بنشتاقت للربع منتظرينك بحسب ويعودك منتظرينك بحسب ويعودك قلت سأأتي سريعا أمين قلت سأأتي سريعا أمين أمن تعالى أيها الرب ياسوع أمن تعالى قولوا بنشتاقت للربع أمن تعالى أيها الرب ياسوع أمن تعالى قولوا بنشتاقت للربع منتظرينك بحسب ويعودك منتظرينك بحسب ويعودك قلت سأأتي سريعا أمين قلت سأأتي سريعا أمين بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين سفر الرؤية إصحاح 2 من آية 18 بركاته فلتكن معنا أمين اكتب إلى ملاك الكنيسة التي فيه سياتيرا هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى لكن عندي عليق قليل أنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما زبح للأوثان وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب هأنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيق عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنيس إن أنا هو الفاحس الكلا والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله ولكن أقول لكم وللباقين في السياترة كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم سقلا آخر إنما الذي عندكم تمسك به إلى أن أجيه من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضي من حديد كما تكسر آنية من خزك كما أخذت أنا أيضا من هند أبي وأعطيه كوكب الصبح من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيس أمين تعالى أيها الرب يسوع والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين أهلا بكم في برنامج الوقت قريب ونحن مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة بدأنا تاريخ الكنيسة من أول إصحاح 2 وهنختمه في آخر إصحاح 3 قلنا أن الكنيسة بتمر بالسبعة أدوار أول دور كانت أفاسوس وكلمة أفاسوس معناها محبوبة أو مرغوب فيها وده عصر الرسم الدور الثاني كانت ثاميرنا وده بدأت في نهاية هذا العصر وبدأت بكلمة ثاميرنا يعني المر وده عصر الاستشهاد وده بدأ باستطنوس رئيس الشمامسة أول الشهداء وانتهي عنده بطرس خاتم الشهداء وكان فيه عشر أباطرة وعشر أحكام لكن جه الدور الثالث هو اللي هو دور برغامس وكلمة برغامس يعني معناها قريب وده عهد البدع والهرطقة يبقى كم عهد خدناهم؟ عهد الرسل عهد الاستشهاد عهد البدع والهرتقات أو عصر البدع والهرتقات هنيجي النهاردة للدور الرابع دور السياتيرة كلمة سياتيرة معناها مسرح يعني سياتر أو تياترو يعني مسرح وده العصر اللي انقسمت فيه الكنيسة إلى شرقية وغربية وحينما أتكلم لا يظن البعض أنه وأنا بتكلم أنه أنا بتكلم لكي أكشف خطايا كنيسة معينة لأن إحنا اتعودنا بحياتنا ما نتكلمش على ما إلا ما على هو مفيد وصالح وإحنا بنحب الكل نحب الكنيسة الكاتوليكية وبنحب الكنيسة البروتستانتية وإحنا كنيستنا الأرثودوكسية بنحب إخواتنا المسلمين وبنحب إخواتنا اليهود وبنحب العالم كله ونحبش نتكلم أو نشوف أي حد بس عند التاريخ اسمحولي أن أقول الأسباب اللي دعت لانقسام الكنيسة الكنيسة بدأت من عصر الرسل لغاية بداية القرن الرابع وابتدت الكنيسة تبقى كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية سياتيرا ده عصر انقسام الكنيسة سبب انقسام الكنيسة هو الزات السيادة حب السيادة وده لما حصل ما حصلش في العصر الرابع ده حصلوا المسيح على الأرض حصلت مشاجرة بين التلاميذ مين فيهم الأعظم مين أعظم واحد فيهم والمسيح يسوع أقام لهم طفل وقال لهم بصوا لأولاد الصغيرين ما يهمهمش ان من يبقى العظيم قال لهم من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن خدام للجميع أهل العالم هم اللي بيحبوا الرئاسة ويحبوا السعامة وبيحبوا السيادة هنا بيبتدي بيقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سياتيرا هذا يقول ابن الله أول مرة في سفر الرؤية تذكر كلمة ابن الله وما ذكرتش مرة تانية ليه بيذكرها الكنيسة السياتيرا لأنه في غلبية السفر يتكلم عن ابن الإنسان لكن هنا بيتكلم عن ابن الله ابن الله هو الكنيسة اللي اختناها المسيح بدمه ارعوا رعية المسيحة التي اختناها الله بدمه بدم ابنه ابن الوحيد وعلى فكرة كلمة ابن الله دي تظهر في المثل اللي ضربوا المسيح للكرم والكرمين لما قال أب أرسل الناس عشان يخضوا من سمر الكرم قال أرسل ابن الوحيد أول ما قال أرسل ابن الوحيد قال هذا هو الوارث هلما نقتله يكون لنا القرم رأس الكنيسة هو المسيح ولا يستطيع أحد أن يأخذ مكان المسيح ليكون هو الرأس الظاهر للكنيسة للمسيح كنستنا الأرثودوكسية علمتنا أن بابا الكنيسة اسمه خدام لما بيجي يقرأ التحليل يقولك عبيدك خدام هذا اليوم إذا قلت اللي إيه هي وظيفة البابا أقولك وظيفة كبير خدامين الكنيسة لكن الكنيسة الرأس الحقيقي لها هو المسيح ولا يوجد لها رأس آخر غيره يا أحباي لكن وكلاء السرائر الإلهي من البابا للمطرنة للأسقطة للكهنة للشمامسة لكل المسؤولين هم مسؤولين في وكالة كخدام ليه حصلت حاجة عجيبة كنيسة روما كنيسة الإسكندرية كنيسة روما اللي بشرها بولس الرسول تقول لي ليه أقول لي أن بولس في غلاطيا اتنين آية سبعة وثمانية بيقول كده عن الرسل رأوا إني أؤتمنت على إنجيل الغرلة يبقى بولس رسول الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان بطرس رسول الختان هل روما ختان أم غرلة الختان يهود هل الرومان يهود هل الدولة والإمبراطورية الرومانية كانت يهودية؟ مركز كنيسة الختان ورشالين بطرس والرسل للختان بولس وتلميزه للأمم بولس هو اللي بشر لكنيسة روميا مش بطرس كرسي روما هو كرسي ماري بولس وبولس في أحد رساله قال أنا ما تعلمتش أني أبني على أساس غيري يعني ما قدرش أروح حتى أبشر فيها غيري يبشر فيها لازم أروح مكان جديد ثم إن بولس الرسول هو اللي كتب الرسالة إلى أهل روميا تصوروا لما واحد يكتب رسالة لأهل روميا وبطرس يكون هناك ما يقولش فيها السلمولي على بطرس ده ذكر أسماء كتيرة سلموا على فلان وفلان 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 وقروا في آخر رسالة روميا ده ما جابش سيرة إنه بطرس هناك معقولة بطرس العمود الكبير يكون مؤسس كنيسة روميا ويبعد بولس رسالة إلى روميا ويقولهم سلمولي على فلان وفلان وينسى بطرس طب إيه حكاية أني الكرسي سمي كرسي ماري بطرس الحكاية أن بطرس الرسول رسول الختان يحب المسيح يكره الصليب وأنكر المسيح علشان خطر الصليب والمسيح يسوع قال له قال له لما كنت شاب كنت تمنطق نفسك وتمضي حيث تشاب لكن متى شخ آخر يمنطقك ويمضي بك حيث لا تشاء وقال ذلك مشيرا إلى أي تميتة سيمجد بها المسيح يعني عايز يقول له أنت هتموت مصلوب هتموت مصلوب بطرس لما عرف أني زمن حلاله حضر خاف أني يموت مصلوب تقول شليل مصلوب فقال أروح أزور بولس وكانت الزيارة الأولى والأخيرة لبولس عشان إيه؟ لأن الرومان ما بيصدوش حد الرومان يرموه للوحوش يقطع راسه بالسيف يحرقه بالنار وهو مستعد يتقبل أي موتة مع هذا الصليب يتقبل عليه هو أوبولس فيه مواحد وقفه قدام نيرون فنيرون بيسأل ده ايه؟ قال له ده كان قائد في الجيش الروماني واخد الجنسية الرومانية اسمه شاول أو بولس الترصوصي واعتنق الدين بتاع الناصري وبيبشر دينه قال اقطعوا راسه بالسيف طب وده قال له ده أكبر واحد في التلاميذ بطور الناصري قال أصلبوه زي السيق يعني بوترس هرب من الصليب ومشاليم راح لقى فروماني في الوقت ده بوترس سلم وقال أصلبوني مناكس الرأس مش سهلش انه أبصالب مكان سيق استشهد بوترس وبولس في روماني بوترس راح لبولس في آخر أيام اندفنوا في روماني هما الاتنين جي الباباليون قال لك الكرسي كرسي ماري بوترس ده كرسي ماري بولس البوترس بوترس مجفون هنا والكرسي ده بتاعه الكنايس كلها قالوا هو كل مرة هنقعد نعمل خناءات يفرق ايه بوترس ولا بولس خلاص كرسي البوترس بوترس كل الكنايس مضت انه كرسي روماني كرسي ماري بولس ومن تلك اللحظة صار الكرسي كرسي بوترس اتاري فيه تدبير آخر مدبر ايهو بعد ما اعتمد ان الكرسي مش كرسي بولس بل كرسي ماري بوترس طلع البابا بعد كده وقال لك بوترس رئيس الرسل وبما ان بوترس رئيس الرسل يبقى البابا اللي جالس على كرسي بوترس يبقى هو رئيس كل المطار كبتور العالم جبتها منين ان بوترس رئيس الرسل قال لان ربنا قال له انت بوترس وعلى هذه الصخرة ابني الكنيسة والكلام ده مش صح لان فعلا لما بوترس قال له انت المسيح ابن الضائر حي قال له انت بوترس ما قالوش انت باترة لان كلمة بوترس مش معناها صخرة بوترس يعني حجر صغير باترة يعني صخرة قالوا انت بوترس وعلى هذه الباترة الباترة اللي هي المسيح بالترجمة بتاعت كينجي جيمز قالوا انت استون وعلى هذه الروك روك يعني صخرة وكأن بوترس اول حجر يتحط على الصخرة يجي بولس يقول له انت المسيح ابن الله الحي وانت بوترس نمرة اثنين اندراوس انت المسيح ابن الله حي انت بوترس نمرة كذا يوحن انت المسيح ابن الله انت بوترس حضرتك حضرتك انا نقول له انت المسيح ابن الله الحي يقول لك وانت بوترس فأصبحنا عبارة عن بطارس حجارة حية مبنية على هذه الصخرة الصخرة هي المسيح مش بطرس لأن بولس يقول لك الصخرة كانت تتبعهم وكانت الصخرة المسيح يوا إذن بطرس ليس هو الصخرة ولكن هو أول حجر يوضع على الصخرة وبطرس الرسول قالها بنفسه ونحن أحجار حية مش صخور إحنا أحجار حية بيتا روحيا الهيكل مبني بحجارة بس أحجارة ميتة لكن الهيكل بتاعي يسوع بأحجار حية اللي هي نحن وبيته نحن وأنتم هيكل لله وروح الله ساكن فيك السبب الثاني قال لنا رب أقل بطرس أعطيك مفاتيح الملكوت فهو اللي ماسك مفاتيح ملكوت السماوات أيوة دي ميزة دهر ربنا البطرس بس إيه يا المفاتيح الملكوت مش السماوات الملكوت يعني المسيحية على الأرض والعالم كان يتكون من ثلاث دواير دائرة اليهود دائرة السامريين دائرة الأمم أول محل الروح القدس وقف بطرس في وسط اليهود ووعز عزة فتح الباب لليهود آمن ثلاث تلاف نفس يبقى أول مفتاح فتح لليهود في أعمال اثنين في أعمال ثمانية في ناس راح تبشرة السامريين وتعمدوا لكن الروح القدس محلش ليه؟ لأن ده ربنا مديها ميزة البطرس فبعتوا لهم بطرس ويحنى أول محط يدوا عليهم حلوا الروح القدس وتفتح الباب للسامريين في أعمال عشرة كرنيليوس ده أول واحد أمم يتعمد وكرنيليوس كان في قيصرية قيصرية تبعد عن أوروشاليب 6 كيلو الملك ظهر لكرنيليوس في قيصرية وقال له ابعت ليافة بعد 220 كيلو هناك واحد اسم بطرس يجي يعمدك يهتم فيه فيه يوحنى وفيه باقي التلاميذ الله إدى ميزة إن أول من يبشر اليهود بطرس وأول من يبشر السامريين بطرس وأول واحد يتعمد في الأمم بطرس واتفتحت الأبواك يعني كانت عبارة عن ميزة ربنا أدأ البطرس لكن الحل والربط لم يعطيه لبطرس أعطاء لكل التلاميذ اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليها أمسكت لازم نفرق بين هذا وبين ذلك أول ما قالك أن بطرس هو رئيس الرسل وربنا قال لهم ما فيش حد يقول أنا رئيس يبقى المفروض يكون معصوم من الخطأ ونادوا بأسمة البابا ولا يوجد معصوم أحد غير يسوع كنيستنا الأرتدوكسية لا تؤمن بأسمة البابا ولذلك إحنا عندنا البطار كبتعناه ليهم أباء اعتراف كون أنه ليه أبا اعترافي عن ديه أحطاء لأن مهما عملتم فقولوا نحن عبيب بطلين ولذلك إحنا الكنيسة لما تيجي تاخد قرار مش بالبابا البابا يرأس المجمع والمجمع كله اللي بيهد القرار ده المجمع المقدس اللي بيحضر فيه روح الله ويقرر في وسط الجماعة يبقى في وسطهم ومدام البابا بقى معصوم الخطى بقى كل اللي بيقرروا البابا يبقى هو ده المسيح قرره وابتدت تدخل الخزعبلات سقوك الغفران إن العذرة اتولد بيها بلا دنس زوائد القديسين المطهر الأمور ده كلها أنا بحكي تاريخ يوجد قديسين كاسوليك لكن أنا بحكي تاريخ اللي هو بيوصر فعلوا نشوف الكنيسة كده مع بعض هذا يقول ابن الله ودانا ليه ثلاث صفات الذي له عينان كلهيب نار نمرة اتنين ورجلاه مثل النحاس النقي والصفة الأولى ابن الله الصفة الثانية عينيك لهيب نار ابن الله محدش ياخد مكان عينيك لهيب نار يعني فاحص الكل والقلوب رجليه لهيب نار رجليه النحاس نقي يعني معناها هو الديان وهو القاضي رجلين النحاس محميتان فئتون هو ده اللي يحكم ده اللي قضاء حط صفة بيقولك ما تحطش نفسك مكان هل اللي بيقول انا ممثل المسيح على الارض هل هو كابن الله الذي بلا خطية هل عيناه لهيب نار يقدر يكتشف السر الظلام هل رجليه النحاس يعني يقدر يمشي على النار من غير ما تكتوي رجلاه لكن ابتدى يقوله انا عارف اعمالك لما انقسمت الكنيسة مش النشاط بطاحها بطل لا النشاط موجود والكنيسة الكاتوليكية لها نشاط ضخم انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك انا مش بجردك من اللي انت بتعمله انا عايز ادور على نقطة المرض اللي فيك يا كنيسة سياتيرا عايز استقصل منك الورم الموجود لكن انت كويسة عارف اعمالك ومحبتك ايوات منهم قديسين منهم القديس تومى الاكويني في قديسين عزماء خرجوا منها انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك اه اكتر كنيسة تقدم خدمات اجتماعية هي الكنيسة الكاتوليكية هي اللي عملت المستوصفات وعملت المدارس عملت التعليم وعملت الطب وعملت امور كتيرة ده كله ده خرج من هذه الكنيسة وايمانك ايوة ايمانك لان اوروبا كلها بقت مسيحية وصبرك يعني عارفين مؤمنين كتير انا لا اترك نفسي بلا شاهد لكن عندي عليك قليل انك تسيب المرأة ايزابيل التي تقول انها نبية اه من هي المرأة ايزابيل ايزابيل دي بنت ملك صيدون وكانت بتعبد البعن كانت جميلة الشكل اتجوزت الملك اخاب الملك اخاب كان في ايدها زي الخاتم في صبحها اخاب الملك المنظور لكن ايزابيل هي الملكة الفعلية ابادة انبياء الله عايزت تشيل حاجة اسمها عبادة ربنا جابت ربعمية وخمسين من انبياء البعض وجابت ربعمية من انبياء السواري كانوا بيكلوا على مائداتها شوف في دولة صغيرة زي اسرائيل عشر اصباط يكون فيها ربعمية وخمسين وربعمية يعني تمنمية وخمسين وانبياء الله يختبوا لدرجة ان الية قال قتلوا انبياءك وهدموا ما زابحت وبقيت انا واحد ويطلبون نفسي يعني نصبت انبياء البعض بدل الله جهوة المرأة ايزابيل اللي نصبوا انفسهم لقيادات الكنيسة وركنوا المسيح على جنبه ما اصبحش المسيح بيقول ايه اصبح البابا بيقول ايه لدرجة وصلت الدرجة ان ممنوع حد في الكنيسة الكاتوليكية يقرأ الكتاب المقدس الا بتصريح من الفاتيكان روح اشتري كده من الكنيسة الكاتوليكية كنا صغيرين كان فيه كنيسة كاتوليكية جنب بيتنا وكنا نروح في القصية كنا نروح نبص عليه فكانوا يدونا بشارة لؤة بشارة متة بشارة يحنى يقول لك مصرح بقراءتها ويمضي مطران من المطرنة اللي بيمثلوا نواب للبابا حتى كلمة الله تحد اللي فكروا ان ترجموا كلمة الله الكنيسة الكاتوليكية عقبتهم بالإعدام وعاديك عن العصور المظلمة اللي هي العصور الوسطى اللي مروا بيها في أيام البابا يونسانت بتأتي لأكتر من خمسين ألف من المؤمنين وكانت هناك الحروب بين الباباوية وبين الألمان وبين كله تاريخ صعب جدا 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 وأصعب حاجة لما يدخل الدين في السياسة أصعب حاجة في الدنيا عندي عليه قليل أنك تسيب المرأة إذابل التي تقول أنها نبية المرأة رمز الكنيسة تشبه بالمرأة خطبتكم كعزراء عفيفة للمسيح والمرأة مش مفروض تعلم المرأة المفروض تتعلم يعني تقول اللي بيقوله ربنا مش هي اللي تفتي وتقول من عندها المفروض الكنيسة ما تصدرش قرارات خارج كلمة الله كلمة الله هي المزورة اللي بنقيس عليها كل أقوال مهما كانت أقوال أبها أو قدسين لأن كلمة الله لا يعلو عليها كلمة ولما بيجي يقولك يقولك الإيمان المسلم مرة للقدسين ده بولس الرسول بيقول لو جيت أنا مرة تانية لو بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن محروما فليكن أنا سيما أي محروما لكن تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا كلمة يزنوا مش زنة زنة لا يزنوا يعني يلتفتوا لحد غير المسيح يجدوا بديل عن المسيح حركة بسيطة بديل نحن عندنا في أيامنا دلوقتي البداية في كلمة يقول لك من شفيعك الخاص هو فيه شفيع خاص يعني متش غيره غير يسوع طب القدسين شفعاتهم صلوات يصلوا من أجله دي شفعات توسلين لكن منام شفيع خاص يبهو المسيح يسوع شفيع واحد شفيع واحد وسيط واحد القدسين صلواتهم صلوات توسلية مارمينة ماري جرجس العدر القدسين يصلوا من أجل صلاتهم ممكن تقبل وممكن ترفض لكن شفاعة المسيح هي شفاعة كفرية شفاعة الروح القدس هي شفاعة تقريبية تقربنا لله يعني كأن المسيح يشفع علينا عند الآب والروح القدس يشفع للإبن عندنا عشان يجيبنا للمسيح يشفع فيكم بأنات لا ينطق بيه وفي المسيح نجد الخلاص فهنا بيقولك إنها بتعلم تغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما زبح للأوسان يعني يجدوا الشبع غير الشبع بيه وكسرت أوجاعهم الذين التفتوا إلى آخر أعطيتها زمان لكي تتوب عن زناها إدتها فرص كتيرة ولم تتوب مش عايز أدخل فيه مهاترات لكن روح يقر عن العصور الوسطى ولا حصل ده فيه بقى أحد البابوات كله هو البابا يونسينت حصروا مكان فيه مؤمنين كاتوليك وفيه بروتستان فقالهم اقتلوهم قال بس فيه مؤمنين قال اقتلوا الكل والله يعلم الذين هم له أعطيتها زمان لكي تتوب عن زناها ولم تتوب ها أنا ألقيها في فراش خلي بالك كلمة ألقيها في فراش يعني أحد من سلطانها على الأرض وده اللي حصل كنيسة روميا كانت عايزة روما كانت عايزة تسيطر على إيطاليا لكن لم تستطع اتحددت وما بقاش له غير الفاتيكان دولة الفاتيكان يبقى هنا بيقول ألقيها في فراش طيب والذين يزنون معها يعني اللي مشوا معها في ضيقة عظيمة لأن كل اللي يمشي ويلتفت لأي شخص أيا كان بعيد عن المسيح هتكثر أوجاعه وضيقته إن كانوا لا يتبون عن أعمالهم يعني في فرصة في باب مفتوح ان يرجعوا نرجع نسيد المسيح على الكنيسة هو رأس الكنيسة هو سيتها هو القائد احنا الخدمين ما أجمل الآية اللي بقوله السرسول نحن نكرس بالمسيح ربا وسيدا وبأنفسنا عبيد احنا عبيد وخدمين وأولاتها أقتلهم بالموت اللي هيمشي في الطريق ده ويستبدل المسيح بشيء آخر في سك غفران غير دم المسيح يعني مظهر يعني مظهر يقولك مظهر يعني معناه عمل خطايا بس هو مؤمن فالنفس لما تخرج تروح المظهر ده تاخد في النار عقاب فترة معينة لغاية ما تطهر وتخرج تاني تاخد جسادها وتخلص وخده الآية بتاعت يخلص كما بنار طب وفين دم يسوع المسيح يطهر من كل خطايا لا في حاجة تانية أنا لما بغلط بغلط بالروح ولا بالنفس ولا بالجسد بالثلاث روح ونفس وجسد طيب روح ونفسي ماتوا وجسدي نفس وجسدي ماتوا وروحي راحة المطهر اطهرت طب ما هترجع تلبس جسدي اللي ما اطهرش لكن دم يسوع بيطهر من كل خطيئة عمل الدم هو اللص اليمين اللي قال له سكرني يا رب فيما اتجأت في ملكوتك دم مش محتاج لتطهير يقول له اليوم مش هوديك المطهر وبعد كده اردك للفردوس اليوم تكون معي في الفردوس فتعرف جميع الكنايس ماذا يقصد الكنايس بالطواف الاخرى لألا اقول ان لا ينصد على الكاتوليك وبقى الطواف ما فيهاش عيوب لا كلنا فينا عيوب وكلنا فينا اخطاء وكلنا عايزين تصلحات لتعرف باقي الكنايس لتعرف باقي الكنايس جميع الكنايس اني انا الفاحس الكلة والقلوب ما هي الكلة وما هي القلوب القلب رمز للعواطر طب والكلية الكلية دي المصفى لما يدخل السوائل الدم ياخد السوائل يمررها على الكلية كلية عبارة عن مصفى تطلع الدم النقي وتوصله للقلب والدم الفاسد او السموم اللي موجودة في الدم تاخده وتنزلك مجرى البوز ده عمل الكلية لما الكلية عملها يبوز يقولك حصل له فشل كلوي يعني ايه فشل كلوي يعني مش عارفة تعمل عملية التنقيم فيوصل الدم المسمم بالقلب تحصل بولينة ويموت الانسان ده بالاختصار قالوا لي بعض الاطباط فالكلية هي المصفى والقلب هو العواطر فحص الكلة ايه المصفى اللي فيه؟ الضمير مهما مصفى الضمير لما ضمير يفشل خلاص مات الضمير يبقى اعمل اللي انا عايزه يبقى فيه بولينة روحية اعمل الغلط واشرب الاثم كالماء فهو فحص الكلة زي ما قال ارمية ومختبر القلوب يختبر عواطفنا يختبرها ازاي؟ هل فيه حب يزيد على حبه في قلبي؟ من احب ابا او اما اخا او اختا زوج او زوجة او اولاد اكتر مني فلا يستحقني انا فحص الكلة والقلوب وساعطي كل واحد منكم بحسب عمله الاعمال هي الميزان الايمان هو اللي يدخل ولكني اقول لكم وللباقين في السياتيره احسن تفتكر ان الانقسام ده ضيع الكنيسة لا 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 الله ليه شاهد بكل مكان كل الذين ليس لهم هذا التعليم التعليم اللي بيزعل ربنا تعليم الرفع والسيادة الذين لم يعرفوا اعماق الشيطان وهو عمق الشيطان جوهر الشيطان الكبرياء جوهر الشيطان انا كما يقولون اني لا القي عليكم اتقل اخر انا عايزكم تاخدوا الايمان البسيط التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاص الارض ان امنت بالرب يسوع واعترفت بفمك وامنت بقلبك ان الله اقام واخلصت الخلاص مش صعب الخلاص من يقبل الي لا اخرجه خارجا ليه من صعب وليه من ده في حاجات يقولك الصلوة الفلانية تقراها مش عارف كم مرة تتغفر لك كذا وصلها الفلانية تقراها كم مرة ايه يا تتعويز ولا ايه تقراها في الامور ده كلها انما الذي عندهم عندكم تمسكوا به الى ان اجيء انا اقرب تاجي انا اقرب تاجي تمسك اللي خدته من ابائك اللي خدته من كتابك اللي خدته من ايمانك لا تنقل التخم الذي وضعوا ابائك انتظر مجيء الرب من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية خلي بالكم بقى المكافهة اعطي السلطانا على الامم ايه السلطان ده فيه سلطان اعطاها الله للمسيح في المزمور رقم اثنين قال له اسألني اعطيك الامم مراسا تحطمهم بقضيب مثل خزاب قضيب زي الخزب واخدل بالكم عشان كده بيقول له انا اللي هيغلب اعطي السلطان على الامم يرعاهم بقضيب من حديث كما تكسر انية من خزب كما اخذت انا من عند ابي اقف عندي الحتة دي دقيقة احنا اللي هنحطم احنا اللي هندين ألم اقول لكم انكم انت الاسن عشر ستجلسون على كراسي اليتادين والبط اسرائيل احنا اللي هنحطم ولهندين لكن هنحضر التحطيم ونحضر الدينون تقولي ازاي هقولك انا بضرب بها مثلا واحد باشا ساكن في قصر ابنه في السنوية العامة البواب بتاع الاصر بتاع الباشا ابنه في السنوية العامة ابن الباشا بياخد دروس في كل المواد وابن البواب بيذاكر على النور بتاع الشارع عمدان النور اللي في الشارع ظهرت النتيجة في اخر السنة ابن الباشا سقط وابن البواب طلع من الاواء فالباشا بيقول لي ابنه بيقول لي يا ابني انا مقصرتش في حقك انا تديتك دروس في كل المواد وتيجي في الاخر تسقط قال له يا بابا الامتحانات كانت صعبة قال له ابن البواب يدينك لان ابن البواب امتحن نفس الامتحانات بتاعتك وما ذكرش فيها هكذا لما بيقفوا الناس يدانوا قدام كرسي المسيح مش هيقدروا يقولوا له ما حصلش لان لو جيت قالك انت عملت كذا وقلت له ما حصلش يجبهولك بالصوت والصورة وما لعمل ايه قل له حصل بس كان اكبر مني واصعب مني وغصب عني يعني بلا عذر انت بلا عذر فلما اجي انا اقول له اهلي وابح حبيبي وكل قريبي كانوا بيكرهوني وابويا وامي مش طيقيني وما حدش تداني كلمة حلوة سمعت الكلمة دي جريت وراها وقحت في الخطيئة يقول له تعالى يا يوسف يوسف يدينك يوسف اضطرد اتحرم من محبة ابوه واخوته كرهوه وما لقاش حد يقول له انا بحبك وتجيله مرة تسيده وستة جميلة لو تعرض علي الخطيئة يقولها كيف افعل هذا الشر العظيم يبقى حياة يوسف في دينا فكلمة تحطين او ادانة يعني حضور نأتي مع المسيح لحضور دينونة العالم وتحطين اميات الخزك ادي معنى كلمة انه هو كما اخست انا من عند ابي واعطيه حاجة جميلة كوكب الصبح المنير ده نعرفه عندنا في الصحيد هنا في مصر ما يعرفهوش بس تقدر تعرفه ساعة 4 صبح اطلع في البلقونة وبص في السماء تلاقي النجوم كلها اختفت معادة نجمة واحدة منورة كده اسمها في الصعيد النجمة البدرية اللي بيحلبوا عليها البقر والجموس والغنم وكله ما عندهمش كان ساعة زمان عند النقص الصعيد النجمة البدرية دي بيسموها كوكب الصبح كوكب الصبح اللي هي بتظهر قبل طلوع الشمس بساعة ساعة ونص اللي هو ظهور المسيح اللي اخذ كنيسته اللي هو تاخذ سفر الرؤية انا يسوع اصل وزرية دووت كوكب الصبح المنير الروح والعروس يقولوله تعالى وكل من ما يسمع يقوله تعالى ومن يعتش يجي ومن يرد فليأخذ حياة أبدية يسوع الشاهد بهذا يقول نعم ايوه انا ااتي سريعا ويحنى واحنا نقوله امين تعالى ايوها الرب يسوع اللي هو انتظار مجيئه شمس البر الناس كلها هتشوفه لما ييجي لكن كوجب الصبح المنير لا يراه الا السهران فقط وما اقول لكم اقوله للجميع اصهروا من له اذن للسمع ما يقوله الروح للكنائس المرة الجاية ان احب الرب وعشنا نتقابل مع كنيسته ساردس اي ظهور البروكستانتية له كل مجد وكرامة من الان و الى الابد امين